رئيس وزراء يدعم مكافحة الفساد ويحيل قياديين محسوبين على الأهد السابق ولا يقدمهم المحاكمة ولا يحاسبهم بل بالعكس يقدم مزايا مالية لهم في المقابل هؤلاء القياديين محسوبين على الأهد السابق الفاسد المفترف لأن هؤلاء يحاسبون يا سمو الرئيس وأنا أشد إيدي على إيدك إذا أنت تحاسبهم هؤلاء يجب أن يحاسبون في المقابل أنه صار فيه استثناء وحيد قيادي من العهد السابق تم التجديد له وبدرجة وزير رئيس جهاز متابعة الأداء الحكومي من رواسب العهد السابق يتم التجديد له وبدرجة وزير ويصدر بيان من مجلس الوزراء إشادة بإنجازات هذا المسؤول وإشادة بالأعمال اللي قام فيها هذا جهاز متابعة الأداء الحكومي شنو قدم من إنجازات يا سمو الرئيس؟ مؤهل مشرف على أعمال ومشاريع الحكومة؟ شنو أعمال الحكومة المنجزة؟ وشنو المشاريع المنجزة؟ أغلب المشاريع متأخرة ومتعطلة ولا سيتم تسليمها في وقتها بالمقابل يتم تأخير الغرامات وإلغاء الغرامات هذا جهاز متابعة الأداء الحكومي اللي أنت أشدت في رئيسك تدري أن هذا صار دولة داخل دولة يصدر قرارات ويخاطب جهات بدون ما يلجأ إلى الوزراء المسؤولين؟ شنو تصرفوا هذا؟ تقبل بأن يكون هناك دولة داخل الدولة؟ جهاز يعتبر دولة داخل الدولة؟ هذا إحدى الأمور التي تأكس تخبطات في سوء الإدارة